في الفيديو ده ان شاء الله هتتعلم كيفية صناعة الصبون الصلب بطريقة علمية صحيحة للغاية هنستخدم فيها الطريقة البردة للتصنيع هنستخدم النهاردة زيت الزيتون فقط لعمل هذه الصبونة الجبارة وهنشرح تركات صناعية مهمة جدا والفيديو ده هيكون بداية لسلسلة فيديوهات ان شاء الله هنعملها على قناة محجوب للصناعات الكيميائية بكل احترافية وبكل دقة في صناعة الصبون الصلب ومنه ان شاء الله هننطلق الى الصبون العلاجي يلا بينا نشوف هنعمل ايه في الفيديو انا وسهلا بيك ان شاء الله في الفيديو ده هتتعلم ازاي تقدر تعمل صبون صلب اللي هو صبون البشرة البارسوب بطريقة سهلة جدا هحط لك فيها الاساس الفيديو ده انا هاعتبره اساس لسلسلة كبيرة جدا جاية ان شاء الله على قناة محجوب للصناعات الكيميائية هنتعلم فيها كل انواع الصبون الصلب وكمان هننطلق منه الى الصبون العلاجي خلينا نضع الاساس مع بعض النهاردة لازم يكون عندنا مصدر زيتي زيت يعني وعندنا مية مقطرة حصريا لابد ان هي تكون مية مقطرة وهقولك تعمل ايه لو ما عندكش مية مقطرة وكمان لازم يكون معاك صودة كوية اشور او ما يسمى علميا بالسوديوم هيدروكسايد هيدروكسيد سوديوم مشوفناها بعد كده في فيديوهات كتير على قناتنا هنا ده كده الاساس ممكن كمان نحط لون لو انا حبيت الون الصبونة بتاعتي وممكن احط زيت عطري اللي هو لو انا حبيت الصبونة تكون بريحة معين وبالتالي ده كده الاساس بتاع الشغل بتاعنا عندنا طبعا طبع بلاستيك سوري بهذا الشكل ويممكن يكون طبع استيك ستيل وعندنا معلقة بالشكل ده معلقة سيليكون او معلقة بلاستيك مش هتفرق اهم حاجة طبعا الاحتياطات يكون معايا نضارة على الشلماجة ده وبالصودة في المية ما متعرضش لمشاكل في العين ولابس طبعا اكون لابس مصر وعندنا الجوينت بتاعنا الجلافز بتاعنا وعندنا الحاجة السيليكون مثلا اللي انا هصب فيها الصبون بتاعي بعد ما اعمله هنا هصبوا ان شاء الله في النموذج او في الموديلز اللي احنا مقررنا نعمل فيها او الشكل اللي هطلع النهائي بتاع الصبون ده كده اساس انا حطيت معاك اساس النهاردة بقى هنعمل صبونة زيت الزتون هستخدم النهاردة زيت واحد بس اللي هو زيت الزتون لكن ممكن طبعا في الفيديوهات اللي جاء ان شاء الله هنستخدم زيوت مختلطة يعني ممكن يبقى زيت زتون مع زيت جوز الهند ممكن يبقى زيت جوز الهند وزتون ومثلا معاه كمان زيت خروع فإذا ممكن يكون مخلوط من الزيت إذن الأساس معاه مصدر زيت يلا بسم الله نشتغل نوسع للشغل بتاعنا نوسع الحاجات اللي احنا مش هنستخدمها دلوقتي المتدارة طبعا لابد لنا ألبسها أول حاجة هنعملها هنبدأ أقول لكم الأوزان المستخدمة هنا بقى هقول لكم الأوزان أنا هنا هشتغل على ربع كيلو زيت زيتون صافي يعني زيت زيتون بكر ده عبارة عن ربع كيلو 250 جرام بالزبط الأوزان هنا مهمة جدا ما ينفعش أشتغل بكباية وأشتغل بمعلقة وخلاص لا الأوزان مهما أنه ده تفاعل كيميائي يبقى أنا محتاج 250 جرام زيت زيتون محتاج بالزبط 60 جرام مية مقطرة لو ما عنديش مية مقطرة ممكن أجيب مية مفلطرة من الفلتر مثلا 7 مراحل أتليست أو أستخدم مية التكييف أو أستخدم مية التكييف تنفع معانا تقدر الغرض في هذا الانتاج أو هذا التفاعل كمان هستخدم صودا كاوية أشهور احنا قلنا هنا 250 جرام هنا 60 جرام مية وده عبارة عن 32 جرام سوديوم هيدروكسايد صودا كاوية أشهور أنا وازن الحاجات دي أوريديا خلاص ده 32 جرام من السوديوم هيدروكسايد أول حاجة هيعملها هبدأ أدوب هيدروكسايد والسوديوم في ال60 جرام مية بالشكل ده كويس جدا جدا ده طبعا محلول هيعتبر محلول بتركيز عالي جدا من هيدروكسايد والسوديوم خلاص كده احنا خلصنا الخطوة الأولى هبدأ أدوبه كويس طبعا زي ما اتفقتي معاكم لازم أكون لابس ماسك ولابس المتدارة البلاستيك بتاعته علشان أحافظ على جسمنا أثناء زابة هيدروكسايد والسوديوم بتنطلق حرارة قوية جدا يعني المحلول ده سخني للغاية هسيبه يبرد حتى الوصول لدرجة 40 درجة أو أقل من 30 إلى 40 وبعد كده هنبدأ ان شاء الله نشتغل الشغل بتاعنا نكمل الشغل بتاعنا بعد تبريد الصودة تماما خلاص بقت يعني وصلت لدرجة حرارة الغرفة عادي هبدأ أجيب الطبق بتاعنا اللي احنا هنشتغل فيه ان شاء الله التفاعل كله هضع فيه الزيت الربع كيلو كله بعد كده هنزل بمحلول الصودة اللي احنا عملناه على الزيت بهذا الشكل كده خلاص وهبدأ أقلب تقلبتين كده بساط وبعد كده هبدأ هسرع التفاعل بتاعنا بالهند بلندر طبعا اني ما عندوش هند بلندر ممكن يقلب كده بس هيقعد فترة طويلة جدا علشان يحصل عملية التصبن فاحنا هنصرع التفاعل بالتقليب السريع باستخدام الهند بلندر بهذا الشكل تابعونا عشان تشوفوا كل التفاصيل بابدأ اقلب كده حتى الوصول الى حاجة اسمها الاثر ظهور الاثر او تسمى من انجلش التريس تيب فاللي هو يحصل عملية التصبن بيبقى عندي حاجة زي الكريمي كده كده خلاص يعني وصلنا الى ظهور الاثر هبدأ نضيف الاضافات التانية وبعد كده نكمل برضو خلط لمدة يعني دقيقة بالكتير في الحالة دي ممكن ابدأ اضيف الاضافات بتاعت لو انا حبيت اضيف لون هضيف لون وممكن نصب على كده على طول المعجون بتاعنا فخلينا نعمل واحدة كده واحدة كده ده طبعا جبت انا الديزاين السيليكون ده بتاع الكاب كيك بتاع المادام ربنا اصطرها عليها وهبدأ اصب هنا كده كده خلاص عملنا واحدة بدون اللون ولا بدون العطر نخليها كده على الجنب ونكمل مع بعض باقي الخلطة بلون ويبي العطر عشان برضو اورى حضراتكم كل حاجة هنحط اللون بتاعنا حسب ما احنا عاوزين طبعا وهنحط برضو العطر الزيتي حسب ما احنا برضو عاوزين ما نكترش طبعا على حسب الاحتياج بتاعنا وهنبدأ نخلط تاني عشان اعمل ميكس ما بين الزيت العطر واللون والكمية كلها كده خلاص عملنا ميكس كويس ما بين اللون وما بين العطر الزيتي وما بين الصبون اللي اتكون عندنا هنبدأ برضو نصبه في القلب بتاعه بحيث برضو اوريكم الالوان وبدون الوان وهسيب على كده 24 ساعة حتى يتصلب شوية وبعد كده هنطلع ونشوف بعد مرور 24 ساعة اصبح الصبون بتاعنا بهذا الشكل تعالوا نطلعوا مع بعض ونشوف شكله بنطلعوا بالراحة خالص كده بنقلب السيليكون حاجة جميلة جدا بنحط الصبون يفضل طبعا نحط الصبون على شبكة زي كده شبكة زي كده بحيث يبقى فيه تهوية من تحت ومن فوق من كل مكان والصبون ينشف معانا في وقت قصير طبعا عشان استخدم هذا النوع من الصبون دي الطريقة اللي احنا استخدمناها اسمها الطريقة البردة لان الصبون الصلب او بيتحضر بطريقتين الطريقة البردة اللي احنا اشتغلناها مع بعض دلوقتي والطريقة السخنة دي تشغل مصانع يعني الصبونة كلها بتخلص في خلال ثلاث اربع ساعات وبيتتغلف وتبقى زي الفول اما الطريقة البردة في احنا كده خلاص عملناها لكن الصبونة دي هتفضل معانا حوالي شهر الى شهر ونص علشان اقدر استخدمها على البشرة بحيث ان انا اضمن اه تصبن كل الزيوت اذا كان فيه لسه نسبة من الزيوت اه فبتقعد حوالي من شهر الى شهر ونص يعني ست اسابيع تقريبا حتى اقدر استخدمها وكل طبعا من فترة تطول كل ما الصبونة تبقى اجمد وتبقى احسن من كده بالكتير ده كده ان شاء الله الفكرة العامة للصبون طبعا نقدر نشكل بقى الصبون الناس اللي بتحب تشكل ممكن تجيب قطر زي كده وتبدأ بقى يتشيل الحواف بتاعت الصبونة دي كده بهذا الشكل ده بقى شغل ديزاين يعني الناس اللي عندها دمخة كده ريئة ويقاعدة كده وعاوزة تعمل حاجة شغله كويس ان شاء الله خلال الفترات الجاية او الفيديوهات الجاية هاجبلكو او حاجات جميلة جدا اشكال مختلفة وهنعمل مع بعض اشكال كويسة جدا الصبونة دي ممكن تتغلف طبعا بغلاف كويس بفيونكا وتتباع طبعا وصبون بيبقى غالي جدا دي صبونة زيت الزتون تسمى كاستل سوب حاجة جميلة للغاية دي طبعا اللي عملناها بدون رائحة وبدون لون اهو برضو حبينا بقى نهيصها كده ونخليها جميلة طبعا الاسقاصة اللي طلعة دي ما بدرميهاش محدش يرمي حاجة الحاجات دي كلها بتستخدم ان شاء الله هقول لكم برضو ازاي نستخدمها وبطريقة فعالة جدا 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 الحاجات دي ما بتترميش وبكده نكون انتهينا من الكستل سوب او ما يسمى صبون زيت الزتون صبونة لطيفة جدا على البشرة وجميلة جدا طبعا يتم استخدامها بعد ست اسابية يعني من شهر الى شهر ونص تقريبا علشان اقدر استخدمها بكل امان على البشرة بفكر حضرتك بكورس تصنيع المنظفات ومطهارات المقدم من محجوب للصناعات الكيميائية كورس عملي احترافي 100% في اساس نظري جميل جدا اساس علمي محترم جدا هيوقفك على ارض صلبة فعلا وكمان المنتجات بشكل عملي احترافي جدا هتقدر تستفيد ان شاء الله استفادة كاملة من الكورس هتقدر تفتح مشروعك بمجرد الانتهاء من هذا الكورس لو عاوز تعرف تفاصيل اكتر وكيفية الحصول عليه ابعتلينا رسالة على رقم الواتساب الظهر على الشاشة وان شاء الله نتوصل مع حضرتك دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته